أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالمشروعات السياحية والتنموية التي تدر عائدا كبيرة بالنقد الأجنبي وتسهم في توفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن أحد المشروعات السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع أكد مدبولي أهمية الاتفاق مع شركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الغربية بما يعمل على حسن إدارتها وبما يضاهي المشروعات العالمية مضيفا أن تنفيذ هذه المشروعات يحول المنطقة الغربية الشمالية إلى وجهة سياحية عالمية